فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار تشاطر شيخ القادس على ما تكلمنا ما أدري سأتكلم عن هذه المسألة ولا ما أتكلم عنها سريعا بس حتى تفضل شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله ثم قال وأما الإمامة العظمى ففي اشتراك العدالة فيها اختلافه إلى أن قال ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة أختلف في إلحاقهم بالأئمة إلى آخره شوف قعقاء قال لك الشيخ خلاص هينتح هم اللي أنتم تعملوا فيها هذا الرجل ليس بالهين أمير الراكمة طيب هذه المسألة مسألة احنا تكلمنا عن عدالة ولاة الأمور في هذا الباب وشرط العدالة أو الشروط التي لابد من أن تتوسم فيه أو يتصف فيها وللأمر وتكلمنا عن هذه المسألة في الأسبوع الماضي وبينناها حد عنده أي استفسار فيها طيب أنا نتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة أنه ممكن ما يكونش أجير يكون على هذا القول قلنا أن هذا القول لا يعرف من إيش من قول السلف بحال من الأحوال والشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون كان سببا في اختلاط الأمر عند بعض الفضلاء النبلاء الذين يتكلمون في هذه المسألة هو كلام الجويني في غياس الأمم على مسألة شغور الزمان من إيش من ولي الأمر هو بيقول يعصر جدا فلو فرضنا جدلا شغر الزمان شغر الزمان وليه أمر ما الذي يحدث حقا أقول شغور الزمان وليه الأمر هذه لم تعرف عن السلم في حال من الأحوال والكتاب والسنة يأبى ذلك لأن في الكتاب الذي هو صالح وكان يقول يا أيها الذين أمنوا وعطيحوا الله وعطيحوا رسول طيب أيضا النبي يقول عليكم بالسمع والطاعة وإنت أمر عليكم إيش عبد الحبشي يعني معناها إيش وإيش معناها هذه معناها مش هجغل الزمان أبدا من ولي أمر حتى العبد الحبشي لم تتوفر فيه شريطة واحدة من شروط أن يكون ولي إماما أولي الأمر شريطة واحدة لم تتوفر فيه ومع ذلك اعتبره ولا ما اعتبره يبقى هنا الاعتبار يدل على أن السلمان لا يمكن أن يخلو منه من ولي أمر إنه أصلا لما تكلم حتى الجويني في هذا باب يتكلم عن خلقه الزمان والأمر اللي اتصد به صفات العدالة والسياسة والعلم وغير ذلك من الصفات التي يتكلمون عنها فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد حبشي رأسه ده تأكيده هو الآن في الوصف رأسه كأنه زبيبة فاسمع وقاطع يبقى اعتبره إيه النبي اعتبره إيه أمر وده لا يمكن لا يمكن لأهل الحل والعقدة أن يختاروه يبقى كيف صاره للأمر تغلب تغلب وله أعوان وله شوكة وله قوة في هذا الباب واعتدل الأمر بيديه ولم يكن سمى الدماء ومفاسد واجب السماع والطعالة واجب السماع والطعالة واجب الدعاء له واجب التعضيج له واجب الجهاد تحت راياته هذا كله بعقيدة السلف هذه الديانة نحن لا نجامل أحدا ولا لنا مقارب مع أحد ونحن ندعو الله يمينا ويعلم الله بدعائنا أن يبعدنا الله عن البشرية جمعاء ما لنا بالقرب من أحد شيء لكننا نتكلم عن هذا اعتقاد السلف هذه الديانة هذا العلم من وين أتوا بأنه يخلو الزمان من غير ولي أمر من وين أتوا هذا حبيب قال أحد منهم يقول أن ولي الأمر هو الذي يقوم بكتاب الله يقودكم يقودكم بكتاب الله ما هذه شبهة رددناها بل بطرناها بل قطعناها بل موتناها وكدنا نقطة لما قتلناها هذه شبهة عجيبة جدا ترد هذه شبهة من وجهي لما قال النبي السلام يقودكم بكتاب الله وقال بسرح مسلم يقودكم بكتاب الله على ولي الأمر هذا التأصيل العام تأصيل العام أن يقودكم بكتاب الله ما قادنا بكتاب الله يبقى وجب الخرج عليه ولا ما وجب وجب صح ولا لا أنه لا يكونوا وليا طيب ماذا تفعلون في قول النبي السلام تعرفون وتنكرون مما ينكر أنه لا يقود بكتاب الله مما ينكر أنه لا يقود بكتاب الله ده اسمه التنزل مع الخاصة مما ينكر أنه لا يقود بكتاب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نخرج عليه بالسيف أفلنا نبدهم بالسيف ما أرم منكم بفهم الحديث لأن النبي لما قال يقودهم بكتاب الله الحمد لله وشوك لله خلاص يا جماعة رسم الله إذن فنقول هذا مع التنزل طيب لو قلنا الآن يقودكم بكتاب الله وش فهمه كتاب الله وش في كتاب الله في الحدود لا خلينا في الحدود صح كده وهم يرون أن هذه مساءة الحدود إذن ما قد بكتاب الله نقول له انتبه وافهم صحيح في أمر يسقط وأمر لا يسقط من كتاب الله إقامة الصلاة من كتاب الله إتاء الزكاة من كتاب الله صوم رمضان والحج دي أركان الإسلام كتاب الله ومش كتاب الله من كتاب الله الأداب والأخراقيات من كتاب الله الأحكام الشخصية أو الأحوال الشخصية النكاح صحيح ولا لا هذه كتاب الله ومش كتاب الله طيب إذن هنقول هنا يقودكم بكتاب الله الشريطة في هذا الباب عندما يأتي يقول أصله أصله التشعر التي أخذ به هو كتاب الله ويأتي على بعض الحدود يقول ويعتريني ما يعتريني ما أستطيع أن أفعل ذلك هو حسابه عند رب لما يقوم بذلك فإني نقول له لابد بحد فيه كتاب الله أنك تقوم به ورد أن كثير من الخلفاء لم يفعلوا ذلك لكن هو المشكلة عند الخوارج قالوا بالتبديل بتبديل أحكام الله وهذا خطأ مبين في هذا الباب لأنه قلت أصلا من كتاب الله الصلاة والصوم الحج هذا من كتاب الله في هذا الباب فحن نقول إذا نقودكم بكتاب الله جل ما في كتاب الله تحكم دين الإسلام وأركان الإسلام لهم ممكنة هذا قادهم بكتاب الله وليس بكتاب الله بكتاب الله هو هذا يبقى لا تطرعوا طرحا تهمة في هذا الباب على أن تقول لي يبقى إذا ما يكون ولي أمر ويخلو الزمان ولي أمر اخطأتم خطأا فحشا في هذا الباب وحمله كما قلنا على الأخف هو أصل أصول اتفاق على الفقاء في هذا الباب إذا كان مناطا بالأسقل أو بالأخف لأنه ده تأصيل الشرع في هذا الباب الأمر الثاني القول لو تنزلنا وقلنا خلاص ما في المفاسد التي تأتي بهذا الفكر أعظم مما تكون لأنه إيش اللي يحدث خلال الزمان من ولي أمر ممتازة الفوضى بس قبلها إيه بقى خلاص زمان ولي أمر الناس لابد لهم من إيش لا من الرأس الرأس هيكون إيه لا من الرأس ممتازة دي منها لو قلنا الرأس صار جاهلا أسند الأمر الغير انتظر يبقى فساد مستشري صحيح وضعت شيء في غير موضوعه يقولون لا الذي يكون كذلك هو من الفقير سنرجع إلى ولاية الفقير وقول من الروافد الخميني والخميني أتى بالبدعة الكذبة هذه في مسألة ولاية الفقير من أجل إيش من أجل بناء أمة كاملة يعني يجرهم في هذا الباب لأنهم عندهم أصالة أن كل شيء معطل حتى يخرج العسكري الموهوم صاحب السرداب اللي عنده اسم ميس في السرداب فهم ينتظرونه يبقى لا جهاد لا نفقة لا ما في أي شيء كله معطل حتى يأخذ جهاده يبقى لأن تقام لهم دولة يريدون دولة إيش يفعل يقول يقوم مقام الإمام الفقير فقالوا بولاية بولاية الفقير البدعة الشعية رفضية أصلا بدعة رفضية لو قلنا نحن بذلك إيش هيحدث الطائفة الأولى عندهم الفقير الأكبر هو سين والطائفة الثانية الفقير الأكبر هو سات والطائفة الثالثة الفقير الأكبر هو من نون وعين وكل واحد رأينا ذلك عيانا الله للعالم بياننا ذلك بيننا ذلك كل واحد معه في العشة كتاكيت يخشى على الكتاكيت من الزرع أن تنقطع رأيتم ذلك عيانا أم لم تروا ذلك منوفية أنت بؤرة مصغرة رأيت ذلك عيانا ولا ما رأيته هل أدور عليكم جميعا لتعلموا أن كل واحد معه كتاكيت يحارب على الكتاكيت الموجودة وما تسمع الفلان وليس فلان وانتذهب له فلان بهذا الطريقة ليش؟ انتهى؟ الأصل عندكم صح كده أنتم منبع الخير النور كله بيشعمل عندكم في هذا الباب فيبقى إذن هذه مفسادها أعظم مما تكون والأمر الثاني ستكون المغالبة على غير شرع الله اللي أنا في علاها ويكون الهوى هو المتحكم ولذلك أنا سمعت من نفسي من رجل يعني أهابه وأعرف له قدره قال نحن مع فلان مثلا بيكلم يعني هو بتكلم في إطار مسألة معين نحن مع فلان كموسى مع الخضر عليهما السلام عليهما السلام صحة عليهما السلام ما كان موسى مع الخضر فيعني ما أقول هو القول وما تفعله هو فعلي الفعل وهذه معناها إيش؟ وهذه معناها إيش؟ معناها ضياع وتشرز ما يعلم به إلا الله جل في علاها على أنه ورد عن السلف بجملة متفق عليها مجمع عليها من كلام التابعين وتابع التابعين أنه يسمع ويطاع الولي الأمر وكان أظلم الظالمين إن لم يكن كثيرا فيصبر على ظلمه ويسمع له ويطاع من أجل المصلحة التي هي أعظم ما تكون ولذلك كان الحسن وغيره على ما أذكر يقول المصالح التي تكون به أعظم من المفاسد ذاتي التي منهم في نفسه فبعيدا القول بشغور الزمان من ولي الأمر هذا قول ليس من قول السلم في حال من الأحوال وقول أوهى من بيت العنكبوت وهذا مثل مستقاول الشافعية شغور الزمان من المشتهد هذا أوهى من بيت العنكبوت وفيه مصادمة لكتاب الله الشبهة الأولى أن بعض اللي يتمنى بالقول ده يتكلم مرة فقال إذن بقى هو وليه أمر فكل من ينزل أمامه في الانتخابات يؤفق طوله الآخر كلام صحيح كلام صحيح أنا أقول لو كان وليا للأمر لا تجوز المنازعة حتى لو طلب هو المنازعة نقول له لا منازعة وش فيها شبهة وليها وش فيها صحيح لا أحد ينزعه الصحيح أنه لا أحد ينزعه تماما استتبى له الأمر ومن الذي مكنه من الذي جعله الأمر مستتبا الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملكة وتنزع الملكة وتعزه من تشاء وتزيله من تشاء بياتناك على كل جن قدي فإن قلت في هذا الباب أقول لك المنازعة بطيرة لذلك أنا لا بذهب أميناً ولا إصاراً ولا حتى أصلاً بحب أسمع عن المسال دي بأي شيء يعني هل هو سينقض أعقيدة السلف بخطأ يتبنى؟ أصلاً أصلاً مفيش مدة معينة شيء دعك من هذا همتكلم على الأساس أنه أنه حتى لو قال بذلك نعم كلامه صحيح نعم شيء شغول الزمان يعني من ولي الأمر يعني يحكم بالكتاب الله والسلوية 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 المرسول تلك لا لا مش ليس كذلك ما هل بيناه له بقى شغول الزمان يعني مفيش ولي الأمر مفيش حد يحكم يعلي بأحكام الله وهنا بنقول نعم تبنى ذلك فاند روح ضيفة قلت يجب يأكل لهم جماعة وإمان خد أنا لسه كنت أتكلم الشبهة اللي هي عندهم دي فقط ما عندهمش أي روح وشبها مبتورة حبين لك زكي تشكه كيف جنها شبها مبتورة قال فإلا ما يكن لهم جماعة ولا إمان قال فعد على الأصل إيش أين هذا الكلام آخر الزمان والدلالة واضحة جداً من حزيفة بالذات تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة حتى حزيفة أنكر عليهم طبعاً لا حد فهم حاجة حبينها لكم صلة صلة تلميز لمن حزيفة قال له يندرس يدرس واشي الإسلام كما يدرس واشي ثوب طيب لا تعرف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا حج إلا أنهم أدركوا أبقاهم يقولون إيش لا إله إلا الله فوقف صلة قال يا حزيفة يا إمام كان حزيفة شيخه وإنه دا حتى قالوا الحفظ حاجة قالوا رداً على اللي بيقول بأن الصلاة ليست إيش تركها ليست بكافر قالوا ليست في النزاع الحديث ليست في النزاع لأن صلة أصلاً أنكر على حزيفة لأنه كأن صلة قال لحزيفة علمت منك أن نترك الصلاة إيش كافر لأنه اتفق الصحابة على ذلك فقال له وما تنفعه لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة يبقى كأنه قال وقد استقر في نفسنا وفي نفس الصحابة أن لا إله إلا الله بلا عمل لا تفيد صاحبه فكيف كيف تنجيهم يعني كأنه قال وتعلمت منك وتعلمت منك أن لا إله إلا الله لا تنفع بغير بغير العمل الصلاة والله فقال له حزيفة إيش تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة يعني في هذا التوقيت تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة ولذلك احنا علمنا بأن في آخر الزمان الدبا ستختم المنافق والكافر والمسلم ويقول تبايعت أمس مع المنافق الفلاني فهنا لا ولاة للأمر ولا شيء لأنه سيكون بعد ذلك الروح للتقمد المؤمنين وما يبقى في الخلق إلا إيش شرار الخلق وتقوم عليهم الساعة فليس لهم أي روح في هذا الباب على مدارة بين الصلة وبين إيه وبين حزيفة فإذا هذا ما يمكن روح دليل فين شوف أستاني هنا الشوف أستاني شيخ لك مسألة الخروج إذا كان الخروج يكونوا باللسان فقالوا أن المظاهرات ليست خروج خلاص بقى دعاك هل يشوفها يا عبيطة سيبها على جمد ملاش 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 في النزاع عندنا شيء وش هي اللي فيها في النزاع عندنا يومي أقول يعني إن معارضة ولاة الأمور دية ليس ليس فيها لا يعني معارضة شوف يا حبيبي أعايز أقول لك إيه عشان أفهمك أنا هو ما بيش فاهم هو جاهل واللي معلمه كالمسألة دي جاهل زيه فهين؟ هو الآن إيش فعل عايز يقول لك مقدمة تقبلها أنت إنه المظاهرات تجوز وتصح لو أنت قلت إنه ليه أمر يبقى ما يصحش اللي تنكر عليه مش ده ولا يريد أهو تقديم جاهل وصل الانتجاه جاهلة أولا أول شيء اعتقد السلف أنه لابد من الإنكار في المنكرات لكن لها ضوابط وهذه الضوابط أصلها وأساسها ألا تكون المحرك الرئيس ليش؟ للخروج على الأمور لأن المنع المنع الأصيل حرمت الخروج على أولاة الأمور لأن الكروج ما تستنى حبيب ما نكمل بس الله يديك تم خاصة في الغات ما خلصها أنا لأن أصل الخروج على الأمور لا يجوز بحال من الأحوال لعموم قول عبادة لما قال عبادة وأن لا ننازع الأمر هاتوا اللي بعده إيه أن تروا كفرا لا يمكن أن تنازع إلا في حالة محيدة ألا وهي؟ طب أنت ما تقولي لا أنازع يعني لا أنكر هل أنا يففق من كلامي لا تنازع أن أتنكر؟ لا تنكر الربة والزنة والحرام والظلم إما تنكر إنكرا عاما دون أن تكون محركا للناس على مسألة الانتقاص من الوقت وعلى الخرج عليهم أو تنكر سرا بالخطابات بالكتابات لكن أنا أقول لك تنكر علىنا تنكر على القضية لا على القاضي حتى لا تأتي بمفسدة عظيمة فانتهى لهم يعني بالله عليك تشوف الغباء المستحكم ده هو بنقد نفسه لما يقول لك ذلك لكان أنت أصارتا عمال تقول بتنكر على طايفة إنهما بيخرجوا بزهرات وعمال تنكر عامل النهار تيجي عاستي على تحجد ثاني إنك تقول له أنت كده بتبطل المزهرات وما أنت بتعمل إيه؟ ما أنت بتنكره؟ أنتوا فاهمين؟ أنت فاهمين؟ أنت فاهمين؟ يا عاما ده عبيت أنا بقول لك عبيت ما بيعرفش حاجة أصلا هو مش فاهم يعني أقول أنت أسكت بس يا شيخ أسكت هو أصلا أي حد يكلمه مخلفه يا سروري يا حروري يا مرجئ أدرك لما قلت كم أنت أموك يا له من الذي مكن له قالت الله قلت بس الشيخ ده جابري أمامك؟ شيخ أصلا هؤلاء القوم لم يستذوقوا علما ولم يعرفوا طريقا له هؤلاء القوم قراء كل واحد عنده بعض الثقافة قراءها فواقف يتكلم بالقراءة التي قراءها فقط وعنده قناعات ماشي بيها مع جاهل رباه يعني واحد أصلا ماسك كان هو ماسك شباب صغير جدا بيقول لك لازم من ميسكندرية الأصوان دماغ واحدة تصريحا قال لابدت تكون دماغ واحدة إيه دماغ واحدة دي يعني إيه؟ هو نفسه عامل ثلاثين واربعين كتاب مش فاهم فيه شيء مش طالب علمه أصلا فهو مش فاهم أين المسألة أصالته فهو شوفه أو بيحترد عليك بما هو ينكره ومش فاهم أنه لا يفهم نعم تفضل في صلب بقى المسألة خلصت يعني هي دي اللي في صلب الموضوع اللي عندك؟ هي دي؟ إيه اللي فيها هذه؟ الحق أن نقول الخروج يكون بالكلمة ويكون بالسيف ويكون بغيره لأنه أنت أصلا لو خرجت بالكلمة الكلمة ستجري إيش؟ وهذا الذي حدث والوسائل لها أحكام المقاصة فالمسألة كلها تشوف دائرة النفع الذي يفعل هذا دين دين واللي يحرك فيه قال الله قال الرسول من قال بقال الله قال الرسول سمعنا وأطعنا ومن جرنا بالشرع إيش؟ من جرارنا فهمني؟ المسألة ليس مسألة أهواء وطوائف وهذا الكلام فأنت لو عنده شوبها فيها علم نقوله بالعلم جرارنا ما عندك تسكت دي كان هو الرجل عشان هذه المسألة وقلنا لو الخروج لا يجوز مسك الشيخ أيمن والشيخ محمد اتهمه ماتهم باطل اتهم باطل لو قال ده هو تابع الرجل اللي هو في العصاف رسموه بلاش اسمه أنا عارف اسمه ما يا عم؟ انت أزكى مش إخواتك ده والدتك تسعد وتعمل البلالين دي كلها في تسكتراب على على الزكاة اللي انت فيه طبعا أعرف فهو أصلا يقول لك هذا من الملدك مال ما لهذا من الملدك؟ صح؟ صح قال ذلك هو تشوف هو اهو قال له ليه لانه جاهد؟ لانه جاهد جاهد مركب قال لأنك لو شوه ده مزك الحك مولود نسمع الله وطي بس شوفت هذا الكلام لا لاحظة لحظة أنا اللي هي شريط شوفت كذب عشان ما يفهمواس اللي هي شريط ساعتين كاملين في النت حرمت ولاية الكافر على المسلمين فيه دكتور حديث نقشني ودكتور حديث التئيل يعني علميا نقشني وقال لي يوسف وفنتله كل الشبهة التي عنده قال قد اختلف قلت له مهم انك نزلت ينزل اهم حاجة فانا اصلا لها ساعتين في بيان حرمت حرمت علو الكافر على المسلم ما بيفاموش ما بيفاموش اخر حاجة لان احنا كده سيبنا المسألة المسألة طب درواتي جيخ ده اصلا اصول السلام واصلا اصول الحقيقة طب اللي يهارف فيه اذا خالف باجتهاد وكان نبيلا كنا اجتهاده فقط قد يراك جاهلا لا تستطيع ان تكون حجة فالذلك لم يسمع لك فالعوذر موجود له اما مين لي بتكلمة مين لي بتكلمة مش حد يعني صوتنا بسمعها دي من اي الجني فاذا اذا هو المسألة مسألة علمية فممكن يراك جاهلا فيقول هذا لا يعلم لكن لما انت تأتي به تقول تعالى مش انت عالم تعالى العلم موجود وممكن نسجل الكلام ده لنرى العلم حقا والذي يغلب بس لكن هو اتهام الناس بالباطل ترى من تخالفته في مسألة يتبنى فلابد ان يلقى لك لقبا لابد انا فبدأت طلب العلم والله يرفيه محافظات اسكندريا كله لان الغبي سمعني بقى خدها مني واحتمل انا سفرت طلبوا للحق بس والله وكل بغان جرس بكل المشايخ ممكن يكونوا بيتكلمكم بمسألة فكل بيقولك احنا كل ما نفجه وانطلقوا من هنا في التبديع ومسألة يقولوا لا ظلم انا لا ابديع احدا لانه اكيد من قال بأذى القول يكونوا نبيلا اخطأ واشتهده وعنده بعض الادلة يتمستك بها فهو يحاور ويعني لكن انا لا ابديع الا من علمت انه صاحب بدعة حقا وانه رأسي في البدعة وانه يؤصل له اما اذا وجدت انه من اهل السنة الجماعة غلبته او غلبه الجهن في مسألة معينة فوقع في هذا الخطأ انا ابجله واخطئ فعله وقوله وابين الخطأ وافنده اعم شخينا حق جزئيتا لمن ماشي هو لا يراك اصلا اهل اللي كانت فيكم على الحق مالين مرضو مشكلة كبيرة انا عم صراحة تانية صراحة تانية صراحة تانية مشكلة بالنظرة شكرا هم مش شايفين اهلي بحاجة يعني هم بيشوفوش اصلا هتا هتفتحني بقى وعتبقى المسألة هتبقى المسألة ايه بقى تعبت جدا اها لا مش كده هم دا يا رونا اصلا شيخنا هم احد غزولي رجل حانش عارض يتكلم معاه والتاني وهو واحد بس والتاني مقلد اللي معرفش يتكلم معاه لكن تا شيخنا اقصن بقية جلالة لو كله راح للراجل محاش يكلم معاه محاش عارف ايه مالا اوجه مش هيعرفها شيخنا حضروا الاقامتان فاحمل الله عن نعمة لكن غيره ما يعرفش غيره ما يعرفش والله انا ما في مسألة لو تكلمت فيها ما حضروا بسألة لو تكلمت فيها بحضروا بسألة لو تكلمت فيها بحضروا بسألة اقول لك اي حد حيوم لازم اخناه ايه سيدبك والله العظيم حصل معي انا ذلك خلاص نعم حصل في مسألة يعني طول بحليه حتى ان انا اخر بالخلاف وكوزي بقى علي بعد ما مشيت اه خلاص محمد حسن وتعلم خطأه بتاعه فانا كنت مشكلة يعني انا محد بيقفل ثم باس الكاميرا موجودة وستتكلم بكل ما ايه اه فايه كله سكت وانتقم محدش الكلام ده مش معنا الكلام ده حدث في المريخ اه نعم انا اصلا لا احب مثل هذه المسائل لان الهوى بتحكم فيها لكني اعرف ان الاهل العلم حرمة والاهل العلم مكانة والاهل العلم ادب نتادب به معهم وان خطأناهم نخطئهم ديانة ونحترم ما هم فيه اذا المسألة اردت ان افعل ذلك وما زلنا نتكلم على الهم مهام ولاة الامور نقول نعم انا بعيش في بلدة سين ايه واليه عمر لو انت ايه بتقول ايه انا عيش في بلدة سين اها وليه امر. واجب عليك ان تسمع له وطوطيها. مش بلد اسلامية. واجب عليك ان تسمع له وطوطيها. وانت تقول له انت مش وليه امر لك عشان انا بنكفر العبابلة. انما انت بنكفر. لا. هو ليه امر يعلو الناس ويحكم بالناس بالسوية بالعدل. هو وليه امر لك. مفهوم? مفهوم? من اهم وظائف وليه الامر اقامة الدين. واقامة الديني تتأتى اقامة الديني والعدل. واقامة الديني لا تتأتى بحال من الاحوال. الا بتمكين العلماء في ذلك. فوجب على وليه الامر ان يمكن للعلماء. ووجب ايضا توقيل العلماء. والعلماء مش ملايكة. ما يقال تبا انا وقره ليه ما عاصي. اوقره ليه ده انا ارفع منه درجة. وانا احسن منه مكانة. ها? انا اقصد بتتكلم على الشبه اللي بيقال فيها. فهو وجب توقيل اهل العلم. ووجب تمكين اهل العلم. ووجب وحرمت تمكين اهل البدع. يحرم عليه. لان النبي قال لعن الله من احدث فيها حدثة. لعن الله من اوى فيها محدثة. وتمكين اهل البدع هدم للدين. وهذا مفارق مباين لوظيفته. فاعظم وظيفة له اقامة الدين. هذه اعظم وظيفة له. ان يقيم الدين واقامة الدين لا تتأتى بحال من الاحوال الا الا بتمكين العلماء. واقول لزاما على اولاة الامور. التفريق بين الدعاة وبين العلماء. هم لا يفعلون ذلك. والعامة لا يفعلون ذلك. وهو مقصود. وده اللي احنا عاشين فيه بقى الان. في هذا الباب. انت قلت له لا تسمع لفلان. هل انت بديل? خلاص. انت قلت لا تسمع لانه لانه منفرد. لانه مجنون. خلاص. على ما قلت من الصفات اللي يقع فيه. وقلت لا تسمع له. انت بديل? عندك بديل? ماذا فعلت? هدمت دين الله. هدمت دين الله? تصلت عن سبيل الله? في هذا الباب. هذا اللي نتكلم عنه. في هذا الباب. ايه? بخلاص الواقع يوش ايه? الواقع يوزبت انه لا ولا بديل ولا حليف. هو يرى انه صح ما بديل. مش بديل. انا اقصده. اذا حتى لو رأى انه بديل رؤيته لا 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 تصح. ما الشيطان رأى نفسه مظلوم. شيطان يرى نفسه مظلوم. قال له اعوذ قال ايوبك لا تكون من ان شر الحطمة. قال له اسكت فانك من من نخالة ايش? اهو شوف هو بيفدالك. لكن هو رد قاطع. قال له اما اصحاب محمد ما كان فيه من النخالة. انما النخالة في غيرهم. ما فيهم الا نقاوة. فهنا الاصل ان اقول لك لا تصد عن سبيل الله. فايضا الخلط بين الداعي وبين العالم صد عن سبيل الله. لانك لما تصدل لي واحد داعي مثقف وعمال تحشف الناس. وهذا من امتن خلق الله في هذا العلم. وهذا عالم اهل الارض. وكل هذا الكلام فيه ظلم وتزوير. وفيه تلبيس على الناس. وفيه انك وضعت شيء في غير. موضعي. وانت بتحارب الله ورسوله وانت لا تدري بما تفعل. مفهوم هذا الكلام? في هذا الباب. فمن اهم اضاف ولي الامر ان يمكن لدين الله وتمكنه دين الله بايش? بالقامة شرع الله. وهذا لا تأتى قط إلا بتوطيد اقدام العلماء. مع توطير العلماء. وهذا الذي حدث. انظر الى سنين العمر. انظر الى الخلافة الرشدة على مر السنين والدهور. واعلم واعلم كيف رفعت الامة الاسلامية كانت في اي زمان. وانظر لهذا الزمان ما يميزه. لن تجد ابدا رفعة للامة الاسلامية. ومقدمة على 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 جميع الامم. الا بهذا بهذا التوطير. لن يصلح اخر. الا من صاحب اول وكما قال مالك. والنبي قال ذلك. قال. قال بادأ الاسلام. وسيعوده. فطوبة. فالتمكين ايضا لن يكون الا الا الامثال هؤلاء في هذا الباب. اذا الولايات الامور ايضا من من الوجبات عليهم لقامة الدين. وهذا لا تأتى الا بتمكين العلماء. وتمكين اهل العلم. وطبعا العلم الدنياوي ايضا لتمكين الامة من اقتصادها وغير ذلك. لابد يكون ايضا تقديم العلماء في هذا الباب. من باب ضع الشيء فيه. موضعه. وان من علامات الساعة. في شيء. من علامات الساعة. من علامات الساعة. ان يسند الامر الغير. قال اذا وسد الامر الغير الاهلي فانتظر. فانتظر الساعة. طيب. ايضا من اهم وظائف ولاة الامور. اقامة العدل بين الناس. امة كافرة ان عدلت تؤسس وتتنامى. والامة المسلمة ان ظلمت وان كانت موحدة لا تمكن. اقامة العدل من اهم وظائف ولاة الامور ايضا. اقامة العدل بين الناس. نفي الظلم واقامة العدل. هذه من اهم وظائف ولاة ولاة الامور. واذا تتأتى تتأتى في الحكم بالسوية. في القضية. وان زال الناس من زلهم. ويعطاكوا الذي حق حقه. وان جني على حق احد يرد. بارك الله في وقتك وفي عملك. انت باركة واستاذني. حقا. وان اصلا الله انجع ذلك بوزير حسنات. بس دلوقت انا هيدا اقول الحمد لله. تعلمت منك انت خلص انت طيارت كل العصبين اللي عندي. سيد الله عندي. ولشيخنا همتون علت الثرية. فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقيا الماء كانا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخي النبي للخلق والضاحى المحيا.